بعد رفع الحظر عن الكنائس في المملكة وبحضور عدد من المؤمنين أقيم في كنيسة العذراء الناصرية بمنطقة الصوفية بعمان قداس إلهي ترأسه قدس الأب أنطون هرمات راعي الكنيسة حيث ارتفعت في القداس صلوات المؤمنين للبتولي مريم طالبين منها زوال هذه الجائحة عن بلدنا الأردن والعالم ووضعين كل أمالهم وطلباتهم وحياتهم بين يديها وأكد الأب هرمات في عظته أن صلاة سبحة الوردية مطلوبة مننا أن نصليها في كل يوم وعلى مدار العام حتى يرفع الله عن هذا الوباء ويحمين منه قبل أيام قلائل احتفلت أمنا الكنيسة في العالم أجمع بعيد سيدة الوردية ولا يمكن أن يمر عيد لأمنا مريم البتول بدون أن نتوقف ونتكلم عن تلك التي اصطفها الله بين جميع نساء العالمين سبحان ربنا اختارها ربنا منذ الأزل منذ الأزل عندما أراد أن يخلص العالم بواسطة ابنه يسوع المسيح اختار العذرة عليها السلام وعند البشارة ماذا قال لها الملك جبرايل السلام عليك يا ممتلئة نعمة الشخص الوحيد اللي قيموا ربنا معنى الكلام ربنا ما نسمع ربنا يجي يحكي أنت فلان خمسين بالمية عندك قداسة وخمسين لا أو أربعين أو ستين العذرة عليها السلام اللي حكا لها يا ممتلئة نعمة مليان من نعمة ربنا هات كلام ربنا لأمنا مريم البتول للعذرة في المهد العذرة أعطت الحياة ليسوع المخلص وعلى الصليم يسوع قبل أن يقول قد تم كل شيء بدي يحكي فيه إشي لم يتم بعد اللي هو أم مريم البتول هذه هي أمك هذا هو ابنك لو ما كان ضروري أن العذرة تكون إلنا أم لما منحها السيد المسيح لنا على الصليم في آخر لحظة من حياته هو بفكر فينا فكر في أمه أمه اللي أعطته الحياة وأصبح مخلص العالم السيد المسيح قبل أن يعطي حياته للآخرين أراد أن يعطينا أم مريم العذرة اللي منحته الحياة الأرضية في التجسد نعم أمنا مريم البتول مريم العذرة اللي رافقت السيد المسيح طوال حياته في أول ظهور إله في قانا الجليل ماذا قالت قليل أنه نسمع العذرة تتكلم اليوم بتتكلم لمين؟ للناس ومن خلف قانا الجليل وأهل قانا الجليل بتتكلم لكل المعمورة والتحط أمر الجملة الأولى اللي قالتها هي أمر اعملوا ما يأمركم به فإذا اعملوا فإذا هذا هو أمر ويسوع المسيح على الصليب لما قال هذه هي أمك معنى الكلام مفروض فيك تعمل كل ما تطلبه منك كما هو سيد المسيح بحكينا الإنجيل وكان مطيعا لهما مفروض فينا إحنا نطيع أمنا مريم البتول وأمنا مريم البتول إيش بتطالبنا في كل ظهوراتها بصلاة السبحة الوردية وفي الختام دعا قدسه الحضورة لأن يصلوا لجميع المرضى والمتألمين والمعوزين ما ننسى صلاة الصبحة الوردية واجب علينا جميعا لا ننسى أنه ضروري نصلي لأجر رهباتنا رهبات الوردية اللي بيخدموا في رعيانا والعذرة تحمينا جميعا إن شاء الله أربوا معكم ومعكم بشفاعة والدة الإله ليبارككم الله القادر على كل شيء الآب والإبن والروح القدس آمين اذهبوا بفرح المسيح اشتركوا في القناة